منتخب مصر على موعد مع مواجهة نارية أمام منتخب السنغال في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 منتخب الفراعن يسعى للاقتراب خطوة من التأهل للمونديال قبل خوض لقاء الإياب في دكار يوم الثلاثاء المقبل وكذلك الثأر من أسود تيرانجا بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 وحجز الفراعن مقعدهم في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم بعدما احتلوا صدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة أما منتخب أسود تيرانجا تأهلوا إلى الدور ذاته بعدما حصلوا على المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة لعبة الأرقام وتاريخ المواجهات تمتلك فيه مصر النصيب الأكبر من الفوز برصيد 7 انتصارات مقابل 5 مباريات للسنغال وستشهد المباراة منافسة جديدة ستجمع الدول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو منه نجمي ليفربول الإنجليزي في محاولة لإضافة إنجاز جديد يضاف إلى سجلهما المميز منتخب الفراعنة يعول على صلاح ورفاقه من أجل كتابة تاريخ جديد والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وإسعاد الجماهير المصرية ترجمة نانسي قنقر